موسيقى 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 الشهنية تاتي في هذا الأداء الجميل والتقدم المميز راشد بن سالم بن محمد الشامسي تاسعا تتقدم مغثة وصلت مغثة في هذه اللحظات المثيرة لياتي الشعار الاقتصادي مروان بن فرجة بن غانب بن حمودة الظاهري يتقدم على تاسع المراكز بحضور مغثة في هذا الأداء بينما المركز العاشر فهي الواصلة والمتحركة على عاشر المراكز بالأداء والانطلاق مصيحة محمد بن علي بن جمعة الرميثي أسفا قوية رائعة جميلة رنانة تتواصل في عاصمة ميادين سباقات الهجنة العربية في الأصيلة وأداء الجميل مع سنة الثناية التي تنطلق في صباحيتي هذا اليوم عبر قناة ياسي الفضائية الناقلة لهذا الحدث الجميل والانطلاقات المميزة ولكن العودة إلى راسي حربتي هذا الشوط المركز الأول ياسي حلام على هذا التفرد الجميل هي فزعة من فزعت بالمركز الأول سيف بن سالة بن شميل الراشدي بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول هنا بالمركز الأول فزعة سيف بن سالة بن شميل الراشدي بمقدمة هذا الشوط متفردا يتراقص على بصات المركز الأول يتراقص على عرش الصدارة والمركز الأول بينما المركز الثاني وصلت لآفل وتعرك الهاشمي عبدالله بن حمد بن محمد الهاشمي بالمركز الثاني تتعرك شعار ويتحرك شعار بالكيلة على ثالث المراكز بقيادة المملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري يبغي يضيف نغطة لهذا الشعار الذي طرد وجوده في عالم سباقات الهجن وفي ميادين سباقات الهجن يأتي بهذا الشعار ويتقدم بهذا الأداء على المركز الثالث بينما المركز الرابع الحذر مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي يأتي بالمركز الرابع وكوكبة رباعية تتشكل على هذا الشوت وفي مقدمة هذا الشوت بينما المركز المركز الخامس هنا الوصول على خامس المراكز وأول الواصلين في السرية الثانية الوصول من الدوحة خلفان بالراشد بالشاوي الاغفلي أيضا يتحرك برفقة هذا الشعار وهذا الاسم نقلتنا إلى سادس المراكز هي مصيحة محمد بن علي بن جمعة الرميثي الرميثي وتاتي هناك بالمركز السابع تتقدم في هذا الاداء الشهنية محمد بن غدير بن حمد الدرعي وأيضا الشعار الاقتصادي مع مقدمة مروان بن فرق بن قانم بن حمود الظائري يتقدم هنا وركز يابو سعيد في هذا الاداء وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي على أرضية هذا اليوم وفي هذا الميدان اغتربنا من قسر العبور اغتربنا من قسر العبور في هذه اللحظات الجسر الذي تميز الجسر الذي حمل السرعة والأداء والآيحة الأعلان مع الثلاثة كيلو متر هنا الوصول أيضا على ثامن المراكز في هذا الأداء تتقدم الطيارة حمد بن سالم بن اسليم الاكتبي وعاشرا تتقدم الذيب سالم بن خلفان بن حمد الحافري الواصل في هذا الأداء ولكن نعود إلى المركز الأول نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا شوت وإلى الرغص الجميل إلى الأداء المثير وإلى التحدي الجميل ولكن أي التحدي أي انطلاق أي إثارة في هذه اللحظات الجميلة وفزع ما زالت فازعة بالمركز الأول ما زالت بالرقم عشرة هي بالمركز الأول سيف بن زالة بن شبيل الراشدي سلام على هذا الأداء الجميل تحدي منذ البداية وانطلاق منذ البداية بينما المركز الثاني تاتي المملكة أحمد بن محمد الكيلة العامري بالمركز الثاني المركز الثالث هناك اليافل عبدالله بن حمد بن محمد الشامسي بالمركز الثالث رابعا تاتي في هذه اللحظات الحضرة مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي على رابع المراكز وخامسا تحركت مغثة تحركت مغثة مروان بن فرق بن غانم بن حمودة الظاهري يتحرك برفقة مغثة في هذا الأداء بالشعار الاقتصادي الجميل والانطلاق المثير الله 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 وصل الواصلين تحرك المتحركون في هذه اللحظات على خامس المركز والمركز السادس من وصل من تحرك من صيحة محمد بن علي بن جمعة الرميثي يتحرك يتقدم يتكتك في هذا الأداء الجميل يصنع خطة لكسبنا موسي هذا الشوت ولكن وين الوصول من الشهنية محمد بن غدير بن حمد الدرعي الواصل في هذه اللحظات الجميلة ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوت العودة إلى الصدارة العودة إلى المركز الأول معاً غيرت المملكة غيرت المملكة وسحبت بساط المركز الأول راحت بالمركز الأول تتراقص بصدارة هذا الشوت هلا 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 تتلفت يمين ويسار تتلفت يمين ويسار تبقي الوامر هنا مع المملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري بالمركز الأول بالصدارة وبالمقدمة بينما المركز الثاني هناك الوصول من فزع سيف بن سالي بن جبيل الراشدي نقلتنا إلى المركز الثالث في هذه اللحظات الياب العبدالله بن عمد بن محمد الحاشمي وصل بالمركز الثالث وتقدم في هذا الآتاء رابعاً أتى هناك مغفى أتى مروان بن فرق بن غانم بن حمود الظاهري يتقدم بهذه اللحظات ولكن أي تحدي أي انطلاق مع الكيلو المتر الأخير ودخولنا في الخلاف الجوي للكيلو المتر الأخير ولكن المقدمة الصدارة المركز الأول واحد راحة المملكة راحة المملكة تقدمت في المركز الأول تقدمت الصدارة العصق الله 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 بالكيلة بالكيلة مع هذا الشعار والشعاري الجميل والمميز تقدم مع المملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري خلاص خلاص حسمها بالكيلة حسمها بالكيلة ولكن المركز الثاني تحركت مغفى ومروام بن فرد بن حمود الظاهري وصل بالشعار الاقتصادي تحرك بالشعار الاقتصادي ولكن خلاص المملكة 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 راحة وعين الله ترعاها راحة بالمركز الأول راحة بالصدارة راحة بالمقدمة راحة بالمركز الأول اقتربت من المقصورة الرئيسية ومن الثيل ومن خط النهاية ها هي تبقي تعانق قط النهاية بكل لهبة واشتياغ بكل حب وشوق هو المملكة المملكة الأحمد بن محمد والكيلة العامري لحظات الوصول لحظات الانتصار لحظات البوض تهانينا والناموس المالك المملكة أحمد بن محمد كيلة العامري وصلت مغفى ثانيا بروان بفرق بن غان بن حمود الظاهري المركز الثالث وصلت هناك فزع وسيف بن سال بن جميل الراشدي المركز الرابع من وصل هناك بالتحدي والانطلاق اليافر عبدالله بن حمد بن محمد الهاشمي والمركز الخامس فوصلت الشرون وسيف بن رغش بن طبازة العامري إذا مشاهدين متابعين العزاء شهدنا المملكة وأداء المملكة وتحدي المملكة لحمد بن محمد بالكيلة العامري من رافق هذا الشعار وانطلق نحو خط النهاية هذا التحدي ومعلنا هذا الفوض هنا في اللحظات الأخيرة ها هو ملخصي هذا الشوط مع مخرجنا المميز إسام الهواري أبو طلعت له جزيرة الشكر على هذه الإبتاعات الجميلة والصور المميز 13 دقيقة 8 واني وفاء وتماما وكمالا تانينا والنموس المالك المملكة أحمد بن محمد بالكيلة العامري بينما أتت ثانيا هناك مغتف مروان بن فرق من غانب بن حمود الظاهري 14 دقيقة 10 دواني وثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا والنموس بينما من أتى بالمركز الثالث في هذه الأداء الجميل والانطلاق المميز فزعى تأتي للسيف بن سالة بن شميل الرشديد 13 دقيقة 12 دقيقة 12 دانية وخمسة أجزاء من الثانية تهانينا والنموس لجميع الفائزين وحط وفر لمن لم يحالفهم الحظ